ازايكم يا امراض عاملين ايه يا رب تكونوا بخير نهاردة ان شاء الله فيديو جديد وهنعمل مع بعض اوراكم شوية تدبيلة مميزة جدا وبدون اي زيوت وكمان بدون شواية وهتطلع معي كتحفة والعيلة كلها هتشكرك عليها تابعيني الاخر الفيديو علشان نعرف الطريقة ازاي والتدبيلة الرواعة دي كمان ازاي والتسوية بتاعتها بالزبط كانت ازاي كده معي قبل اي حاجة كده دوسي لايك قبل ما تنسي وما تنسوش بقى حبيب الجداد اللي وست بيشوفوني الاول مرة يعملوا الشراخ في القناة ويفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد بنزله ونقول بقى بسم الله ونبدأ وما تنسوش الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهلية وصحبية اجمعين هنا الاوراق بتاعتنا لازم تكون مخصولة كويس جدا زي ما عودتكم انا بخصر الفراخ عمتا او الوراق في المحلول اللي قلتلكو عليه قبل كده وصورته معاكم تمام? اه هنا دي كانت مخصولة وهعمل فيها الفتحات دي بالشكل ده بالزبط والفتحات دي بنعملها علشان لما نعمل التدبيلة تتشرب كويس منها وتبقى طرية معاك ومش نشف هعمل الكمية كلها اللي عندنا هنا في الوصفة دي استعملت اوراق الفراخ وعملت فيها الفتحات دي هعمل بقى الكمية اللي معايا بالشكل ده تمام? هنيجي بقى للتدبيلة بتاعتنا التدبيلة دي حلوة جدا وسهلة جدا يعني بصتوا مفيش اسهل منها وكمان من غير زيوت يعني ما حطيتش فيها زيوت واستعملت فيها السيا سوس اللي هو الغيمق الغيمق خلي بالكو بيبقى احسن من الفتح تمام? اه هنا معايا السيا سوس البربكيو والسيا سوس وبصل وطماطم وفلفل تمام? هنحط كده البصل والطماطم وهنحط كمان الفلفل حط الملح بتاعي وهحط من كل حاجة بقى ايه معلقة زي معلقة كده هتحط هي آآ سوس بربيكيو بس وبردو سويا سوس هحط منه والبهارات هتكون آآ بصل باودر وتون باودر انا هنا حطاهم مع بعض فحطيت منهم حوالي معلقتين كده كمان فلفل اسمر حطيت كمان كوزبرة نشفة ودي بهارات كاري هي محوجة كده شوية لها الضحى طبعا كلكم عارفينها بس واخرت كل ده في الكبه ما عندكيش كبه تقدر يتعمليها في الخلاط عادي بس كده هتجدي احلى تدبيلة بجد ولا اروع جربيها وقوليلي الليست بقى ما اشتركش في القناة ينزل يعمل اشتراك ويفعل الجرس بس كده كانت خلصت معينا الخلطة خلاص تدبيلة بجد تحفة والاوراك اهيت هبتدي بقى ان انا ايه احطها كده في السنية بتاعة الفرن وهتبلها اهنزل عليها التدبيلة اللي انا ايه عملتها هكون طبعا مساخنا الفرن على درجة حرارة عالية 180 وبحطها على الصنج بتقعد حوالي يعني ساعة لربع بالزبط اهو طلعتها كانت خلاص استويت معي والشاي كمان حمر مش محتاجة شوية ولا اي حاجة بس انا هنا تدبيلتها اهو بالشكل ده وزي ما قلتلكم كان الفرن والع معي اوصل كده التدبيلة كلها ليها وكمان تحت الجلب اهو بالشكل ده اهو بالشكل ده بس كده وكانت معي جهزة ما خليتش وقت وكمان حطت عليها لوري وهدخلها الفرن بس وزي ما قلتلكم حوالي ساعة لربع بالزبط وطلعتها اهو كان شكلها كده بالشكل ده واختبارها كمان معاكم عشان تشوفوا تصوية بتاعتها بجند طعمها تحفة ولا اروع ولا اصلا بتاعت برا يمتي كفايا ان انت عاملها باديك في البيت اه حلوة جدا بجند جربوا بقى وقولولي في الكومنتات رأيكم وما تنسوش بقى تعملوا لايك للفيديو عايزة لايكات كتير على الفيديو ده واتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل يجين بنزله وده كان شكلها اهو معي عربتلكوا الكاميرا علشان تشوفوها وزي ما قلتلكم كمان هاختبارها معاكم علشان تشوفوا تصوية بتاعتها عاملة ازاي اهو بصوا كان بالشكل ده كده حلوة جدا بجندة وطرية من جوة مش نشفة وكمان حتى الغلاف بتاعها من بره مش نشف اشوفكم ان شاء الله فيزيو جديد مع السلامة